تعالى نرجع للعالمين نشوف العالمين عاملة ازاي وإيه اللي بيحصل في العالمين واللقاء الاخوي في العالمين وازملتنا العزيزة ريهام الديب من مدينة العالمين الجديدة ازايك يا ريهام اهلا بيك يا يوسف وطبعا برحب بكل مشاهدينا خليني ابدأ يا يوسف الحقيقة انا بشكرك جدا على العبارات المتتالية اللي انت قلتها فعلا عجبتني جدا وعبرت عن معاني عندنا كلنا انه قافت حارتنا النسيان احنا فعلا بننسى حاجات كتيرة جدا ازمات مصر كانت بتتعرض لها وقدرنا الحمد لله ان احنا نتخطى هذه الازمات لو انت موجود دلوقتي في مدينة العالمين الجديدة قد ايه هتشعر بمنتهى الفخر ان انت مصري وانه المدينة دي اللي تم وضع حجر الاساس لها في 2018 ان على مدار السنين القليلة دي بقت بهذه العظمة الحقيقة هو صرح عمراني اكتر من رائع بكل مقومات النجاح الحقيقة سواء بالنسبة للطرق سواء بالنسبة للمنشآت المراكز السكنية ناطحات السحاب طبعا الصورة اكيد هي خير معبر عن نفسها وعن جمال مدينة العالمين الجديدة مدينة السحر والجمال تحولت هذه المدينة بالفعل لمدينة السحر والجمال مش مجرد كلام مش مجرد وصف هي فعلا حقيقة التقص فيه منتهى الروعة الجو فعلا يعني مش قادرة اوصف لك قد ايه جميل جدا طبعا الصبح كان حر ده يعني عشان دلوقتي عموما الدنيا الحرارة مرتفعة في كل مكان ولكن دلوقتي فعلا الممشى اللي احنا موجودين فيه ده المفروض ان هو الممشى السياحي فيه عدد كبير جدا من المصطفين طبعا موجودين فيه عدد ايضا كبير من الاجانب وبالتالي مدينة العالمين الجديدة قدرت ان هي تجذب المصطفين المصريين للداخل بدل ما يسافروا برا لان فعلا المدينة فيها من اجمل الشواطئ العالم اللي موجودة على السحل الشمالي بشكل عام وفي مدينة العالمين الجديدة بشكل خاص بالاضافة كمان الى انه احنا عايزين نأكد على ان هي من ابرز مدن الجيل الرابع الحقيقة كل مقاومات التكنولوجيا الحديثة موجودة هنا تطور كبير جدا حاصل فيه الطرق وفيه الكباري وفي اللافتات الارشادية بشكل الحقيقة واضح جدا حتى لو ظهرت للناس في بعض الاحيان ان هي مختلفة ولكن الحقيقة فيه توضيح لكل مكان اي شخص عايز ان هو يروح من خلال اللافتات الارشادية ولو هنرجع طبعا للقاء الاخوي اللي فعلا بيهتم او للي اهمية كبيرة للغاية في هذا التوقيت هذا اللقاء الاخوي الخاص جدا هذا اللقاء المصري الاردني العراقي البحريني الاماراتي اللي بيأتي في توقيت بالغ الاهمية في اطار التنصيق والتشاور المستمر بين الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات اللي بتحيط بالمنطقة رمزية اختيار مدينة العالمين الجديدة مهمة جدا الحقيقة لان هي بتؤكد على انه فيه تقارب في الرؤى ووجهات النظر بين مصر وبين الاشقاء العرب وبين الدول العربية الاشقاء طبعا الحقيقة يعني اللافتات الخاصة بزعمائهم موجودة في كل شوارع مدينة العالمين الجديدة تقارب بشأن اهمية البناء والتنمية طبعا فيه تحديات بتحيط بالعالم كله في ظل الازمة او الحرب الاوكرانية طبعا الروسية وكمان التدعيات الخاصة بكورونا ولكن برضو لازم نؤكد على انه رغم كل هذه التدعيات والتابعات السلبية اللي حقيقا عكست على الدول العربية بشكل خاص من خلال ازمة الطاقة من خلال ازمة الغذاء طبعا زي ما احنا عارفين ولكن لازم برضو نؤكد على انه فيه تقارب في الرؤى انه لابد من مواجهة هذه الازمات وهذه التحديات من خلال البناء والتنمية خير دليل على البناء والتنمية مدينة العالمين الجديدة وغيرها طبعا من المشروعات التنموية الضخمة المشروعات العملاقة لمصر بتشهدها حاليا بتوفر فرص عمل كبيرة جدا قادرة على جذب الاستثمارات الاجنبية بشكل كبير جدا لما نلاقي مدينة العالمين الجديدة وفيها هذه الابراج وناطحات السحاب وايضا بتعتبر الحقيقة يعني مركز ليه انه يتم يعني الاحتفال فيها او يعني العمل على اعداد اكبر الفعاليات العالمية برضو بالنسبة طبعا لمطار العالمين النهاردة الحقيقة كنا موجودين فيه ظهرا عند استقبال طبعا الزعماء العرب اللي كانوا فيه او الموجودين وبيشرفوا مدينة العالمين الجديدة هذا المطار فعلا بيعتبر ايضا صرح عمراني ضخم جدا بناء على توجيه من القيادة السياسية انه لازم يكون هذا المطار هو مطار دولي ذكي يعتمد فيها الاساس على احدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بكل الخدمات بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الطيران وفي المطارات وبالاستفادة من الموقع المتميز والفريد لمدينة العالمين الجديدة لكي تكون محورا للنقل الجوي والنقل التجاري والنقل اللوجستي وبالتالي في عملية تنشيط لحركة الاستثمار والحركة التجارية واللوجستية بشكل كامل طبعا هذا اللقاء الحقيقة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيه عن كامل التقدير وعن كامل المحبة لضيوف مصر الكرام والعلاقات الوثيقة والممتدة والتاريخية والمتجذرة الحقيقة بين مصر وبين الأردن والعراق والإمارات والبحرين هذه العلاقات اللي نقدر نقول ان هي بتعتمد فيها الاساس قوامها الاحترام والتأخي والمصالح المشتركة وايضا وحدة الهدف والمصير بشكل كبير لو قدرنا نتكلم على كل دولة من هذه الدول العربية الشقيقة هنتكلم كتير جدا على مدى قوة وعمق ومتانة العلاقات المصرية مع هذه الدول العربية الشقيقة وبالتالي هذا اللقاء بيكتسب أهمية كبيرة من أجل العمل على تعزيز التعاون بين مصر وبين هذه الدول العربية العمل على دعم التضامن العربي المشترك والعمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي لمواجهة مختلف التحديات اللي بتواجه العالم واللي بتواجه المنطقة العربية بما فيها طبعا من أزمات سواء بالنسبة ليبيا بالنسبة للعراق بالنسبة للقضية الفلسطينية اللي هي قضية العرب طبعا المركزية وباعتبار أنه مصر ودايما بنؤكد على أن هي قلب العروبة النابض قلب الأمة العربية النابض من خلال درها الريادي والمحوري في المنطقة لتدعيم الاستقرار والأمن والسلام الشامل والمستدام في المنطقة بالكامل والحقيقة ده مش بس يعني بالنسبة للدول العربية ولكن العالم الآن بيعي ويدرك تماما قيمة مصر في المنطقة وأن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ أبدا من الأمن القومي المصري وبالتالي كل هذه الجهود التي تبذل من قبل القيادة السياسية للم الشامل العربي لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة كل التحديات الموجودة في المنطقة من جهة ومن جهة أخرى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وبين مختلف الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والبناء والازدهار مكافحة الإرهاب وأيضا على الجانب الآخر البناء والتنمية والازدهار وبالتالي بتأتي الأهمية الخاصة باختيار مدينة العالمين الجديدة كرمز للبناء والتنمية والازدهار واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأحدث النظم التكنولوجية في واحدة من أهم مدن الجيل الرابع اتفاضل يا يوسف أشكرك يا ريان بجد والله على كل هذا الشرح المستفيد والوافي والرائع بس أنا هسألك سؤال يبدو غريب شويتين معليش أنا أسف هو هل تم إخلاء مدينة العالمين من الرواد والزوار والمستفين فتصبح المدينة خاوية إلا من الأشقاء والوفود الرسمية أنت شايف هي الصورة برضو هي بتعبر عن نفسها على فكرة إجابة لايقة على الصورة إحنا حوالينا ناس في كل مكان آه مش كده لا هو فعلا أنا دايما بقتنع أنه دايما الصورة الحقيقة بتعبر قوي عن نفسها من غير حتى ما إحنا نوصف ونتكلم لأنه دايما من لايق أن أهل الشر على طول بيقولوا أنه إحنا بنقول مجرد كلام مرسل مش كلام مرسل هو الحقيقة الصورة هي بتعبر والناس حوالينا في كل مكان آه ممكن يكونوا يعني فيه كمان أعداد كبيرة جدا مش بينه وراء الكاميرا بس طبعا فيه أعداد كبيرة جدا موجودة وبالمناسبة على فكرة يعني خلال طبعا الزيارة آه بالتأكيد يعني بيكون فيه أعداد كبيرة زي ما أنتو شايفين ولكن كمان فيه غير وقت هذا اللقاء الأخوي المهم جدا أيضا فيه أعداد كبيرة جدا وجينا هنا قبل كده واللي أنا قلته لك في البداية يوسف أنه اللي إحنا شفناه في 2018 أن يكون وضع حجر الأساس وبعد فترة وجيزة الحقيقة يعني بضع سنوات نلاقي نفسنا أمام هذا الصرح العمراني الضخم وهذه المدينة اللي بتعتبر فعلا مدينة من أروع المدن سواء جاذبة للاستثمارات جاذبة للسائحين أيضا الحقيقة هي برضو بتعمل على فكرة مهمة جدا أنه عملية نقل التكدس السكاني إلى هذه المنطقة لأن هي الحقيقة مصممة هي بتستوعب أعداد كبيرة جدا من السكان من خلال الوحدات السكانية الموجودة من خلال المراكز الطبية أكبر مركز صبي موجود هنا يكون فيه مركز المؤتمرات أيضا شايفين طبعا الأبراج ورايا وزارة الإسكان الحقيقة فيه مبنى ضخم جدا إذن يعني كل مقومات المدينة المتكملة بكل ما فيها من خدمات الطاقة الشمسية هنا بتستخدم بشكل كبير جدا خليني برضو أقولك حتى على أنه فيه أماكن كتيرة قوي بيكون فيه احترام كبير والحقيقة دي حاجة يعني أنا قدرتها جدا أنه فيه احترام كبير لذوي القدرات الخاصة يعني سواء في الباركينج سواء فيه يعني في أماكن كتيرة جدا الحقيقة من اللي يعني أي حد بيرتدها في المولز بيكون فيه أماكن خاصة بذوي القدرات الخاصة لمساعدتهم بشكل كبير إذن نقدر نقول إن إحنا فعلاً أمام مدينة متكملة مستقبلها كبير كمان خلال الفترة القادمة إن شاء الله الإجابة طويلة على سؤالك شريح خالص إطلاقاً والله بجدد إذا كنتي زورتي العالمين قبل كده هنا أقدر أسألك إذا كنتي زورتي يعني هل أقدر أسألك أقولك إنه إيه شكل أو حجم أو مدى الاختلاف اللي شفتيه من العالمين أو في العالمين قبل كده عن زيارتك الحالية الحمد لله أنا تشرفت إن أنا كنت موجودة في وضع حجر الأساس عشان كده بقولك إنه لما تم وضع حجر الأساس طبعاً الجملة مفهومة يعني لما يتم وضع حجر الأساس في 2018 يا يوسف وإنه دلوقتي وإحنا في 2022 تكون قدام العظمة دي أعتقد إن ده يعني ده إنجاز كبير جداً إنجاز بيحدث في ظل أزمة اقتصادية عالمية في ظل تدعيات كورونا اللي ضربت العالم كله واللي كان لها أثار سلبية على العالم كله ومش بس مدينة العالمين الجديدة غيرها من المشروعات الضخمة المدن الجديدة وغيرها الحقيقة من مشروعات النقل والطرق والحقيقة مختلف المشروعات علشان كده أنا توقفت جداً عند الجملة اللي أنت اتكلمت فيها في البداية خالص إنه إحنا لازم نفتكر كويس أوي إزاي إحنا مرينا بأزمات صعبة وإزاي قدرنا إن إحنا نتحدى هذه الأزمات وإزاي أيضاً قدرنا إن إحنا نتحدىها بالبناء والتنمية مسألة إنه يكون فيه خط متوازي ما بين مكافحة الإرهاب وفي نفس الوقت إحنا بنبني وبنعمر دي معركة تانية ومعركة مش سهلة أبداً والحمد لله إدرت مصر إن هي يعني تحقق نجاح كبير العالم كله بأسره الحقيقة يعني بيعترف تماماً بنجاح مصر وإن هي أصبحت مثال يحتذى به في مكافحة الإرهاب وأيضاً في البناء والتنمية والمشروعات العملاقة والضخمة وجاف بالاستثمارات بشكل كبير بالإضافة كمان إلى دورها الريادي في المنطقة مصر دورها واضح جداً في مختلف الأزمات اللي الدول العربية بتمر بيها هذا اللقاء الأخوي الخاص وليس هو اللقاء الأول ولكن كانت هناك الكثير من القمم اللي جمعت بين مصر وغيرها من الدول العربية اللي بتعكس أهمية دور مصر ومحورية دور مصر لتحقيق السلام والأمن والأمان والسلام الشامل والمستدام زي ما ذكرت قبل كده والحقيقة عايزة أحط تحتها كذا خط السلام الشامل والمستدام وتأكيد مصر دايماً الحقيقة من خلال الكلمات القوية للسيد الرئيس في مختلف المناسبات إنه الأمن القومي العربي هو خط أحمر لا يمكن أبداً التهاون فيه مصر دايماً والعرب ينظروا ليها إن مصر قوية وهي السند القوي لهم جميعاً مصر دائماً في وجدان كل عربي عشان كده دايماً بنكرر إن هي قلب العروبة النابض برضو مش مجرد كلمات أو عبارات ولكن هي معاني بتتجسد من خلال المواقف المصرية في مختلف الأزمات اللي بتمر بيها الدول المنطقة بالكامل صحيح ريهام أنا تعبتك في مجالك العادة يعني إنه معتداً أن أنا أتعبكوا معايا في النشرة والبرنامج وتعبتك معايا اللي لا دي أنا بشكرك جداً 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 يا ريهام وبالتوفيق واستمتاعي بأب العالمين بغتك أنا بشكرك جداً أشكرك جداً شكراً لك يا ريهام ألف شكراً لكي زملتنا العزيزة ريهام الديم شكراً لكي زملتنا العزيزة ريهام الديم